اشتركوا في القناة شكرا لكم يا شباب على 15 ألف مشترك واو يا شباب ما تخيلت أبدا في حياتي أني راح حوصل هذا الرقم الحمد لله بفضل الله ثم فضل دعمكم الخرافي بالفيديوهات الماضي قدرنا نوصل هذا الرقم وإن شاء الله بعدها للمئة ألف للمليون فما بطول عليكم أكثر يا شباب لا تنسوا لايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه فضل الصلاة والسلام وذاتس جو يلا نبدأ اشتركوا في القناة نفس بالضبط حق شالنينج وحق توما هو تشارج الأتاك الطبيعي حق مستخدمين الرمح اللي هو تسوي كذا الداش وتحفر بالأعداء كي يا شباب الآن راح نتكلم عن الشيء الأساسي والخرافي بالشنهي اللي هي المهارة الأولى المهارة الأولى راح يكون لها استخدامين الاستخدام الأول يا شباب زي ما تشوفونه هنا بالفيديو راح تسوي كذا نفس الداش الخاص بشاو وراح تسوي ضرر ثلجي على الأعداء واما الاستخدام الثاني المهارة يا شباب اللي هو زي ما تشوفونه هنا بالفيديو اللي هي الضغط المطول على المهارة شيني راح تسوي كذا زي الفجار من الأوراق الثلجية وترجع على ورا وراح تسوي بوف لأعضاء الفريق وهذا البوف يا شباب زي ما نشوف هنا بالمربع الأحمر اللي راح أسويه الآن البوف اللي اسمه Ice Chili أتمنى تكون أن تقتسمه صح المهم يا شباب إش الفائدة من هذا البوف هذا البوف راح يزيد لك الضرر الثلجي اللي تسويه بالضربات العادية أو تشارج أتاك أو البلنج أتاك أو الألمانتال سكيل أو الألتميت او ماي قات يعني حرفيا يسوي لك بوف لكل الضربات الثلجية اللي تسويه بمهاراتك والضربات العادية فاللي راح يستفادونه بشكل مرة كبير من هذه البوفات هم آياكا وقانيو تحسنها مفصلة بس علشانهم علشان تزيد الدمج تبعهم للأسف يا شباب إنه هذا البوف راح يكون بس الأبطال اللي يستخدمون الضرر الثلجي زي ما تشوفون هنا يا شباب بالخط الأحمر يقول لك لازم تسوي ضرر ثلجي علشان تأخذ هذا البوف فهذا يعني أنه الأبطال اللي مثل شاو أو مثل ديلك أو هوتاو اللي يضربون بعنصر نار وهواء ما راح يستفادون من هذا البوف لأنك لازم تضرب بأنصر الثلج والبوف اللي راح تسويه شنه يا شباب راح يعتمد على الأتاك حقها زي ما نشوف هنا يا شباب يقول لك إنه كل ما زاد الأتاك الخاص بشنهي كل ما زاد البوف اللي تعطيه للتيم فمن هنا نعرف إنه البلد تبعه راح يكون كله أتاك حط لها ثلاث قطاعتك بالأرتفاك ورح تسوي لك بوف لدمج الثلج مرة خرافي وطبعا يا شباب البوف الخاص بشنهي راح يكون له استاكات ولكن اللي عجبني بهذه المهارة صراحة إنه يقول لك في كل مرة تضرب عدو راح تزيد الاستاكات فهذا يعني إنك لو ضربت خمس أعداء بنفس الوقت بالمهارة الأولى فرح تحصل خمس استاكات على طول فهذا الشي مرة حلو يعني حرفيا لو جمعت كل الأعداء في مكان واحد وضربتهم بنفس الوقت فرح تحصل كذا الاستاكات فلو راح تحصل البوف كامل بأقصى قوته على طول فهذا شي حلو مميز بشنهي ويقول لك إنه البوف هذا راح يروح مع الوقت فلازم تستفاد منه بأسرع وقت ممكن فهذا الشي يعني إنه سكرس وفينتي أو الأبطال اللي جمعون الأعداء بمكان واحد راح يكونوا إن الأبطال الأساسين تحطهم مع شنهي علشان تجمعهم كذا مع بعض وتضرب مجموعة كبيرة منهم وتجيب استاكات البوف كاملة وأما الألتمت يا شباب فاشيني راح تضرب كذا ضربة ثلجية قوية على الأعداء بعدين يطلع منها نسخة أو جدس ويضرب الأعداء كل شوي بعنصر الثلج المهم لما تضرب الألتمت راح تضاعف دفاع الأعداء ضد الفيزيكل وضد عنصر الثلج فممكن هذا الشي جدا يفيدك لو كنت تلعب بقانيو وبرضو لو كنت تلعب بإيولا أنها تسوي برضو تضعيف للفيزيكل مع الثلج وتقدر تستخدم هذه الألتمت كتفاعلات مثل ألت كزوا مثلا هي تضرب ثلج وأنت تحطه تاو أو تحط تشالد وكل ضرباتك تصير ملت أو تجمد الأعداء وتشقهم بشك فهذه الألتمت راح تكون مرة خرافية كسببورت التفاعلات أوكي يا شباب بعد ما تكلمنا عن مهارات شينهي خلونا الآن نتكلم عن الباسف ولا أسمع واحد يجي يقول لي تسريبات تسريبات تروا هم ما ذكروها بالبث بس حرفيا ما في أحد فهم شي لأنه حرفيا البث كله كان عبارة عن شين شون 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 أوكي والله أمزح يا شباب بس في الأول الخاص بشينهي يقولك أي بطل يكون موجود بساحة المعركة رح ياخذ 15% كرايو دمج بونس أي ضرر ثلج زيادة طول الوقت هذا الفاسف ما لأي وقت معين فذا الفاسف مره خرافي يعني حرفيا لو دخلت بقانيا أو أياكا رح يكون عندك زيادة 15% بدمجك طول الوقت بدون ما توقف وأما الفاسف الثاني يا شباب والخرافي واللي رح يخلي شينهي تنفع سبورت لكل الأبطال اللي في اللعبة مو بس اللي يستخدمون ثلج الفاسف هذا يقولك لما تستخدم المهارة الأولى ضغطة واحدة رح يزيد لك ضرر الألتمت والمهارة الأولى بنسبة 15% لمدة 10 ثواني حلو هذا الشيء ممكن يفيد لك شاو ممكن يفيد لك برضو هوتا وديلوك أي بطل يستخدم المهارة الأولى والألتمت علشان يسوي دمج وبرضو هذا الباسف يقولك لما تضغط ضغطة مطولة على المهارة الأولى رح يزيد لك ضرر الضربات العادية وتشارج أتاك والبلنج أتاك بنسبة 15% لمدة 15 ثانية فبرضو هذا الشيء مرة خرافي ممكن يفيد لك شاو ممكن يفيد لك يويميا ممكن برضو يفيد لك إتو إيولا وأي بطل يعتمد على الضربات العادية وتشارج أتاك فهذا الباسف مرة خرافي لأنه حرفية رح يخلي لك شينهي تنفع سبورتو لكل الأبطال اللي موجودين في اللعبة مو بس لعنصر الثلج وآخر فاسف يا شباب يقولك لما ترسل شينهي علشان تسوي استطلاع رح تنقص المدة بنسبة 25% أي مدة الربع فأحسن من الفاسف يقولك لما تطبق تجاجه ويعطيك الثنين خلونا الآن نتكلم عن الارتفاكت اللي متوقع انها تكون كويسة على شينهي وحط لي أربع خطوط تحت كلمة متوقع لأنه يمكن هذا الشي يتغير لما تنزل شينهي المهم يا شباب أفضل ارتفاكت صراحة شوفوا لي شينهي اللي هو ارتفاكت النوبلس ليه؟ لأنه هذا الارتفاكت رح يزيد لك ضرر للألتمت بنسبة 20% وزيادة على هذا لما تحط منه أربع قطع وتستخدم الألتمت رح يزيد لك أتاك الفريق بنسبة 20% لمدة 12 ثانية هذا شوفوا أنه أفضل بلد وأفضل ارتفاكت ممكن تحطوه لشينهي وفي بلد آخر ممكن تستخدمه مع الشينهي اللي هو تحطو لها ثنين من قطع النوبلس وثنين من ارتفاكت شميناوا أو القليدياتر لأنه ارتفاكت شميناوا أو القليدياتر رح يزيد لك الأتاك بنسبة 18% فهذا يعني أنه رح يزيد لك الضرر الخاص بشينهي وبرضو رح يزيد لك الدمج اللي تعطي للفريق لأنها تعتمد على الأتاك ولكن الصراحة أنا شوفوا أنه النوبلس يظل هو أفضل ارتفاكت لها حطو لها النوبلس وحطو لها كله أتاك خلونا الآن نتكلام عن الأسلحة يا شباب اللي ممكن تكون كويسة مع الشينهي عندنا أول شيء السلاح اللي اسمه لذكسبير وش ده الاسم المعوقع المهم يا شباب رح اسمي هذا السلاح هو سلاح الواسطة الحين رح تعرفون ليش الحلو بهذا السلاح يا شباب أنه رح يعطيك أتاك وكلنا نعرف أنه شينهي تعتمد على الأتاك ولكن الباسف تبع هذا السلاح مرة غريب وأول يعتبر كذا فريد من نوعه في اللعبة الفكرة من هذا الباسف يقول لك كل شخصية موجودة معاك بالفريق من ليوي رح تزيد لك الأتاك بنسبة 7% والكريتريت بنسبة 3% فهذا يعني أنه لو كان معاك شخصيتين رح يزيد لك الأتاك بنسبة 14% والكريتريت بنسبة 6% فكل ما زدت الأبطال اللي من ليويه معاك بالفريق كل ما زادت قوة هذا السلاح وطبعا ممكن تزيد قوة السلاح أكثر لو كان معاك ريفايمت فأنا صراحة أشوف أنه هذا أفضل السلاح فري تو بليه اللي شنهي بعد سلاح الخمس نجوم فلو كان حظك بيض زي ومعاك السلاح الواسطة فهتقدر أنك تستخدم السلاح الموجود حاليا بالمتجر اللي اسمه رويل سبير هذا السلاح أربع نجوم ورح يعطيك أتاك والباسف حق وبرضه غريب يقول لك في كل مرة تضرب الأداء رح يزيد الكريتريت ولكن لما تسوي ضربة الكريت رح ترجع مرة ثانية تترست الاستاكات ولازم تجمعها مرة ثانية وبرضه عندك سلاح البلاك كلفة اللي رح يعطيك كريت دمج وبرضه رح يعطيك أتاك من الباسف حقه فأنت شوف إيش واحد يناسبك من هذه الأسلحة وإيش هو اللي عندك واستخدمه وكي يا شباب الآن نجي لخلاصة الكلام هل تجيب شنهي ولا لا لو كنت تستخدم قانيو أو آياكا فأيوة أنصحك بشدة أنك تجيب شنهي لأنها رح تزيد الدمج تبعهم بشكل مرة مرة خرافي قانيو قانيو اللي تجيب ضرر من 200300 ألف رح تسوي شي مرعب مع شنهي صدقوني يا شباب لو نزلت شنهي ممكن لعبين قانيو وصلهم فيها النص مليون لا تستبعد أنا رح تزيد الضرر للثلجي بشكل مرة خرافي فأيوة لو كنت تستخدم أبطال ثلجيين كـ DPS مثل قاني أو آياكا فأنصحك بشدة أنك تجيب شنهي لأنها رح تزيد لك الدمج بشكل مرة خرافي أما لو كنت ما تستخدم أبطال DPS عنصر الثلج فلا أقول لك لا تجيب شنهي لأن البفاتر تسويها لأبطال غير عنصر الثلج تعتبر قليلة 15% بس فأنصحك إنك لو ما كان معاك أبطال DPS ثلجيين إنك تجيب زونجلي أحسن لأنه زونجلي رح يسوي لك درع ورح يزيدك دمجك 20% ورح يلطم الأعداء بنيزك يشقهم أو يجمدهم علشان تشقهم انت فبس شباب كذو نكون وصلنا نهاية المقطع أتمنى لو كان في أي خطأ بالشرح يا شباب تكتبوا ليها تحت في التعليقات لأن الشركة جايبة أم العيد صراحة بالتلنس حق تشينهي ومرة مخربطينها والباسف حقها مرة مخربط المهم يا شباب كذو نكون وصلنا نهاية المقطع شكرا لكم للمرة الثالثة على 15 ألف مشترك شكرا لكم من القلب يا شباب لا تنسوا لايكوا الاشتراك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتكتبوا في التعليقات بطاطا يطع النفس نشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة peace out اشتركوا في القناة